بلال ما صدى تصريحات بالعيد نعم حسين هذه تصريحات جاد مفاجئة في الحقيقة وهي تصريحات حصرية لجهيدة الصباح المحلية التوليسية نشرة خلال أوالي الجهيدة نشرت المسودة والمقترحة الذي يعني رفعه الصادق بالعيد لرئيس الجمهورية وأيضا مع توضيح للصادق بالعيد الذي قال أنه يتبرى من النسخة التي صدرت في الرائد الرسمية والجهيدة الرسمية التي أصدرها وعلنه الرئيس قيس عيد للشعب التوليسي وقال أنه متفاجأ من هذا فالحقيقة هذا أثار ردود فعل واسعة خاصة في صفوف الخبراء الدستوريين وأيضا معاربي الاستفتاء ومعاربي مسار الخامس والعشرين من جولي الذين استعملوا ربما هذا التصريح لمحاولة أو لمواصلة توجيه سيام الانتقادات للرئيس قيس عيد ولي مسار الخامس والعشرين من جولي لكن حسين أكيد أنه ستتوالى ردود الفعل وهناك توضيحات معينة خاصة من أعضاء لجنة سياغة الدستور وعضاء الحوال الوطني وأيضا ربما من قصر قرتاج ومن رئيس الجمهورية أو من قد يتحدث باسم رئيس الجمهورية قيس عيد هناك من يتحدث داخل اللجنة عن نسخة التي قدمها الرئيس قيس عيد هي أفضل من التي ربما نشرها اليوم الصدق بالعيد في أحدى الصحف المحلية وهناك من يتحدث عن الجدل ربما هو حول أو صدق بالعيد أراد من هذا الجدل بأنه تم تنصيص على الهوية العربية الإسلامية في الدستور في حين المساودة القدمة للرئيس تتحدث عن وجود أمة تونسية فحسب ولا تنتمي ربما للحاضنة المغاربية والحاضنة العربية هذا وفق ما رشح من التسليبات ننتظر تأكيدها في الحقيقة حسين فيما بعد من خلال الشخصيات هناك شخصيات كثيرة وحزاب كثيرة شاركت في هذا الحوار وشاركت وساهمت في سياغة هذه المساودة أكيد هذه المواقف قد تصدر رسميا عبر بيانات حزبية أو عبر تصريحات لهذه الشخصيات حسين نعم بلال ولكن بالتزامن مع ذلك هناك بعض التقارير التي تشير إلى أن اتحاد الشغل ترك حرية التصويت على الدستور لأعضائه لو توضح لنا مدى دقة هذه المعلومات صحيح حسين الاتحاد العام تونسي للشغل عقب اجتماع هيئته لدارية أعلن لأمين العام للاتحاد نوردين طابوبي أعلن بأن الاتحاد سيترك حرية التصويت لقواعده ولمنخرطين الاتحاد العام التونسي للشغل أما بتصويت بنعم أو بتصويت بلا هذا فهم من قبل متابعين الكثير بأنه دعم مبطن من الاتحاد العام التونسي للشغل لمسار الخمس والعشرين من جويلة ولمسار الدستور لكن حسين الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل قال أن المكتب التنفيذي للاتحاد في بحر يوم أو يومين أو ثلاثة أيام كأقصى تقدير سيعقد ندوة صحفية لتوضيح تحفظات الاتحاد العام التونسي للشغل حيال هذه المسودة التحفظات حول صلاحيات المحكمة الدستورية أيضا حول غموظ يلف بعض الفصول متعلقة بمدنية الدولة وأيضا الطابوبي قال أن هناك توجه للانفراد قالها بالحرف تكلس السلطة بيد واحدة يعني الانفراد بالحكم والانفراد بالسلطة من قبل رئيس الجمهورية هذا ربما ما قد يرفع الاتحاد العام التونسي للشغل في المقبل من الأيام ولكن الموقف السياسي جزء تعبير الاتحاد هو أما تصويت بلا أو بنعم ترك الحرية لقواعيده هذا يعيد لدى الذاكرة حسين إذا ما استنجدنا بالتاريخ لانتخابات 2014 في الدور الثاني عندما وجد الرئيس الراحل البجي قيد السبسي نفسه في موجهة المنصف المرزوقي مرشح حزب حركة النهضة نذاك وطيرات المحافظة الاتحاد اتخذ نفس الموقف وفي المحصلة كل النقابين أو المعظم الجمهور النقابي سوى لفائدة الرئيس الراحل البجي قيد السبسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر